حاليا كده شبابا انا بعمل اختبار للفي بي اس بقية سرعة الانترنت بتاعته وزي ما انت شايفين كده السرعة تقريبيا وصلت معي لخمسمية ميجا وايت في الثانية يعني نص جيجا في الثانية تقدر ان انت تحمل عليه برامج تقدر ان انت تحمل عليه فيديوهات شغال معانا بلون اي مشاكل وبسرعة انترنت كويسة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعضاء ومتابعين قناة مستر بيكا للمعلوميات اهلا وسهلا بالجميع النهاردة ان شاء الله جبتلكم في بي اس عن طريق خدمة جوجل كونسول تقدر ان انت تعمل خدمة في بي اس مجانية وتقدر ان انت تنازل عليها متصفح الجوجل كونسولة تابع معاني الشرح بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تتابعوا كل جديد دي صورة للفي بي اس اللي انا عملته ويشغال عليه هيكون شغال معاك كويس ان شاء الله ونازل عليه متصفح الجوجل كونسولة هيشتغل معانا بكل سهولة ما فيش اي مشكلة وبسرعة انترنت عليها طيب يا شباب هسيب لك رابط المدونة في الديسكريبشن هتبدأ ان انت تخش عليها هيبدأ يفتح معاك الصفحة دي كل حاجة يكون بسيطة ان شاء الله هبدأ اخش على الخطوة الاولى طالب مني فتح الرابط ان هو يدخلني على موقع جوجل انا هفتح عن طريق كونسولة ثاني انا عملت الرابط نصر وهبدأ ان انا اخش عليه لازم تكون مسجل دخول عن طريق الايميل بتاعك على الجوجل هيبدأ يفتح معاك صفحة الكلاوتشيل بالشكل ده هننتظر لحد ما يعمل معالجة ويخلص تمام يا شباب بعد المعالجة هيبدأ يفتح معاك الصفحة بالشكل ده هبدأ ارجع لي المدونة بتاعتي طالب مني هنا الخطوة الثانية نسخ هذا الكود هبدأ اعمل نسخ الكود بالشكل ده ويجي بعد كده هعمل له كنترول في هينزل معاك بالشكل ده هبدأ ان انا دوس انتر تمام كده بيقول لي هنا بسط نيجروك طالب مني حاجة اسمها على موقع نيجروك هيجي على الخطوة الثالثة افتح موقع نيجروك بالشكل ده كده طبعا هيكون عامل معنا تسجين خروج هيبدأ يحاولنا على الصفحة دي هبدأ اعمل log with google وبعد كده اختاري الاكاونت اللي انا هشتغل عليه هيبدأ يجيب لي الصفحة دي هدوس على سكيب وبعد كده بعد كده شباب هيفتح معايا الصفحة دي هدوس على وابدأ اعمل قبل ليه التوكن ده تمام كده نسخة التوكن هبدأ اخش على الخرمة بتاعة الشل واعمل تمام كده يا شباب هيبدأ يفتح معايا السيرفرات اللي انت شايفين عاديم يقول لي السيرفر اللي انت عايز تشتغل عليه او نعمل عليه ان يكون من الولايات المتحدة ولا اوروبا ولا استراليا ولا الهند انت هتختار السيرفر المناسب ليك على طريق كتابة اول حرفين من السيرفر فانا هبدأ اكتب يو اس ده لو عايز الولايات المتحدة ولازم الحروف تكون اسمون هبدأ ادوس بعد كده انتر زي ما انت شايفين كده شباب على الكلاوتش اللي بيبدأ ان هو يسطب البي بي اس طبعا ده ما بيستهلكش اي حاجة من سرعة الانترنت الخاصة بينا يعني هنا باين ان هو بيحمل 207 ميجا ده بيحملهم من الكلاوتش اللي ما بيقصرش عندك في سرعة الانترنت نهائيا تمام كده شباب بدأ يفتح معي الصفحة دي وجايب لي هنا معلومات السيرفر ان انا هخش عليها وجايب لي اليوزر نيم والباسورد طيب انا محتاج دلوقتي ان انا هحمل برنامج اسمه انه ماشين هاجي هنا على الخطوة الرابعة تنزيل برنامج نو ماشين هبدأ اخش على الرابط ده هيبدأ يحاولني الموقع نو ماشين هبدأ ان انا عامل هينزل معي فوق تمام يا شباب برنامج نو ماشين نزل معي هبدأ ان انا اعمل له عمر تشغيل عشان ابدأ اثبته على الاتهاز هيبدأ يفتح معي الصفحة دي هدوس على نيكست وبعد كده هوافق على الشروط وادوس على نيكست مرة كمان هيبدأ ينصب معي او يسبت معي برنامج النوع بعد الانتهاء من تثبيت البرنامج هبدأ ان انا ادوس على فنش بالشكل ده واجي هنا على سطح المكتب بتاعي هلاحز وجود البرنامج هينزل معي بيه الشكل ده هبدأ اعمل له امر تشغيل هبدأ يفتح معي بالشكل ده يا شباب هدوس على كلمة اد هطلب مني النام والهوست وي البرد هبدأ اكتب في النام اي اسم اي اسم تخص بيك انت عايز تكتبه وفي الخانة بتاعت الهوست هرجع تاني ليه الكلاوتشل بتاعتي اللي هي الصفحة ده شباب وهبدأ ادوس اتنين كليك شمال في المكان ده وانسخ الرمز ان هو قدمكو ده وابدأ اعمل له لصق وهبدأ بعد كده اخد الارقام دي من غير الموطيتيل وامسح البرد وابدأ اعمل له لصق هيكون معانا بالشكل ده وبعد كده امسح هيكون معايا بالشكل ده ياريت يبقى واضح لكل وكل يكون فهم وبعد كده هدوس على كلمة اد وبعد كده هدوس على كلمة كونكت او هدوس هنا كلمة كيمين واعمل استارت كونكشن هيبدأ يفتح ليه الصفحة دي هدوس على اوكي بعد كده هيتطلب مني اليوزر نيم والباسورد اليوزر نيم هيكون يوزر والباسورد هيكون من واحد لستة والارقام دي بيكون ستة وبعد كده هعلم على ان اختيار ده وادوس على اوكي ايبدأ يحولني بردك للصفحة دي هعلم على ان اختيار ده وادوس على ايس هعلم عن اختيار ده وادوس على اوكي وره كبان وره كبان وزي ما شايفين كده اليو بي اس بدأ ان هو يشترى معايا طيب انا دلوقتي محتاج ان انا احمل عليه برنامج الجوجل كرول هو مش موجود لو جيت ابحث عنه البرنامج مش موجود هبدأ افتح بالشكل ده واجي على المدونة بتاعتي هلاقي عندي هنا الحطوة الخمسة كود تنصيب جوجل كرول الكود الاول تحميل جوجل يبقى الكود ده هيحمل معانا الجوجل كرول هبدأ اعمل له نسخ واجي هنا وادوس كليك ينين وعمل باس وابدأ ادوس انتر طبعا كده الجوجل نزل معايا هبدأ بعد كده ان انا اسبته هبدأ انسخ الكود التاني وابدأ بعد كده كليك ينين وعمل الباس وادوس انتر هيطلب مني الباسورد بتاع اليوزر اللي هو هيكون من واحد لستة انا كتبت الباسورد من الظهر مش هيظهر معاك بس انت اتأكد ان انت كتبه صح وبعد كده هتدوس انتر تمام كده شباب هو حاليا بيبدأ يثبت متصفح الجوجل كرون تمام كده شباب انتهينا من تثبيت متصفح الجوجل كرون هبدأ في الترمينال ده وبعد كده هخش على قيمة عشان ازبط حجم الشاشة بتاعتي هدوس على الديسبلي ومن اليوزردياشن هبدأ ان انا اخطار الف متين وتمانين في الف اربعة وعشرين وادوس على ابلائي وبعد كده هدوس على كيم وبعد كده هدوس على كولوز هبدأ اخش على السيرش من هنا وابدأ اكتب كلمة شرون بالشكل ده هلاقي متصفح ظهر معايا او هفوش على الانترنت من هنا الانترنت من هنا هيبدأ يجيب معايا متصفح الجوجل كرون ومتصفح الاتج هبدأ ادوس اتنين كليك شمال على الجوجل كرون وبعد كده هدوس على اوكي هيبدأ يفتح معايا بكل سهولة وبدون اي مشاكل يا شباب بطريقة سهلة تقدر ان انت تعمل الخطوات دي وتنزل برنامج انه ماشين على الموبايل برضو وتتبع نفس الخطوات وهيشتغل معاك بكل سهولة ولو ما عرفتش ممكن تسيب لي تعاليق واعمل لكو شرف ان شاء الله ازاي تشغله الفي بي اس على الموبايل بعد ما افتح معايا هبدأ اعمل اس بيت تيست لسرعة الانت حاليا كده شباب انا بعمل اختبار لفي بي اس بقي سرعة الانترنت بتاعته وزي ما انت شايفين كده السرعة تقريبا غسلت معايا ل 500 ميجا وايت في الثانية يعني نص جيجا في الثانية تقدر ان انت تحمل عليه برامج تقدر ان انت تحمل عليه فيديوهات شغال معانا بدون اي مشاكل وبسرعة انترنت جويسة وهيشتغل معاك في اليوتيوب بكل سهولة اتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتعمل اشتراك عشان تتابع كل جديد ونتقابل في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته